جاي من دبي أنت ابن المؤسسة اليوم كي تغزر للمؤسسة اللي أنت طلعت منها بناعين تغزر لها خاصة اليوم برشة مشاكل فيها فميش أحد رياضي مثلا في قناة الوطنية صحيح الوطنية موسمين تلفزيين بلا حقوق أكثر من أحد رياضي بلا حقوق بلا مباريات بلا برنامج أسبوعي منحبش أقول مكان الأولاد في مصلحة الرياضة كنا ززم الناس بساعات الولي وثلاثة بالاتحاق زميل ثالث طول لهو عشرين ربعينهم لكن العدد لكن بفهم مش منتج ما يتلموش لأنه الفتاوى من البعيد سهلة أما أنا نعرف البيرو غطاه ما يتلموش لأنه ما عنده مش مجال تحرك مثلا أنا عنده برنامج طول نعطيك في المحصوص برنامج مميز سيتاندوك وثائقي حول مشاركات الملتخب ومشاركات تونس في كاس العالم كل يوم أربعاء ما سمع بيحد لأنه يتعدى في البرودكاست ما الديجيتال مش قاعد يتبع مش ماخو حقه مش ماخو حقه ما فهمش تقطيع وما فهمش انتشار عبر المناصات الرقمية وكأنه ما فهمش برنامج وتوى اللي يتبعك على التليفون أكثر من اللي يشوفك في البرودكاست في الأون اير في الشاشة ليلا هذي مجرد مثال قصة حزينة التلفزة والوطنية القناة الأولى قصة حزينة حبينا في وقتنا لوقات نرجع باش نعاونه ما كتبش المكتوب أنا الفين وثلاتاش ولا الفين وثلاتاش بعد ستساء بتاع باش نرجع نعاونه ونرجع قليل من الدين لكن ما جاتش فرصة نتمنى وإحنا نحب الوطنية تقعد القناة الأم وحتى كنلوم عليها ولننقضوها ننقضو بمحبة كبيرة يعني ماناش نحبوها لها الخائف نحبو لها اللابي ونحبو نكونوا فخورين بي قلت نقطة مهمة